موسيقى السلام عليكم ولا منو عندي فهد رد فهد الحمد لله خلص امتحانات وننجحه وخوف تكينا الحين من هالسنة وان شاء الله تكون اجازة صيف ممتعة لنا ولكم مع العاب وتقييمات ونكون معكم كل اسبوع بحلقة وحلقتين كثر ما نقدر عدل عدل تاكاسكو ايه زراسي المهم اش عندنا فهد لعبة تركت يومي تركت يومي الحلقة عبارة عن ثلاثة شغلات اللي احنا متعودين عليها البطاقة التعريفية والايجابيات والسلبيات واخيرا التقييم ونختم اللي هو اخر شي ما عندي شي يقوله لان فهد هو اللي يبيقول البطاقة التعريفية فخننطلق ويا فهد البطاقة التعريفية اول شي المطور فلاينغ وايلد هوغ وبعد ليونارد من تياري والناشر ديفولفر ديجيتل وقت الاصدار كان خمسة خمسة الفين الثلاثين والثلاثين المنصات اللي توفر فيها اللعبة بي سي و بلايتيشن فور وفايف و اكس بوكس و المحرك المستخدم عن ريل انجين فور حلو نحن نلاحظ هنا انه مو ريل انجين الفايف اخر واحد لالقديم ترى اخر واحد ما فهمت فشي زين اذا كان ريل انجين يطلع لنا هالكرافيكس والتصاميم فقل لك صراحة ريل انجين الفور كان محرك ممتاز مبالك بالفايف اللي هو افضل انزين خلاصنا نروح حق الاجابيات والسلبيات ام ايه مطلق نعم مطلق مطلق النقطة الايجابية الاولى هو التمييز الموجود في تصميم اللعبة من ناحية الرسوم والاقرافيك الوضوح والنقاوة كانوا جيدين تصميم العالم من حيث الالوان ابيض واسود تفاصيل العالم الياباني تفاصيل التراث الياباني كنا نقدر نلاحظة ونشوفها في اللعبة هذه وهذه اللعبة ميزة طبعا انا مراح اقول ان هي اللعبة الوحيد اللي تناولت هذا الشي في غو سوف سوشيما هم تناولت هذا الشي لكن هذه اللعبة كانت مميزة من ناحية كأنك قاعد تشوف فيلم يعني الخطين السود اللي في الشاشة اللي قاعد تشوفونهم فوق هذي تحت وفوق كأنك في عرض سينمائي وجود الشخصيات تحركات الشخصيات حسيت اللعبة فيها شغل متعوب علي يعني مو لعبة ويا الله يعني بالنسبة حق تكلفة اللعبة في الستيديوهات تكلفة ما هي عالية لكن طلعوا لنا بتجربة من ناحية التصاميم مميزة من ناحية الغرافيك مميزة من ناحية الرسوم مميزة صح ولا صح هذا الشي اللي كان يميز هذه اللعبة بشكل واضح وجلي ما علي كلام من أول مرة مو جلي تاكل يعني جلي يعني واضح حلو اوكي هني خلصنا النقطة الأولى نروح نقطة ثلانية يدمج اللغة اليابانية مع الاخراج اللي شفنا او اللي انتم قاعد تشوفونا التصاميم هذي كلها لو كانت لغة انجليزية يمكن تخف عندنا متعة اللعبة واندماجنا فيها بس اختيارهم للغة اليابانية وانحنا كنا نشوف أفلام يابانية قبل يعني فلم بروس صيني أو صيني وياباني هي اللغة اليابانية أكثر حين نشوفها نشوفها شفناها بالأستاموراي مثلا نزيل بالأنيميشن نشوفها صح أو لأ صح لما تشوف اللغة مع هذا العالم المصمم راح يعطيك متعة راح يخليك تندمج أكثر صح انت مفاهم بس الترجمة موجودة وراح تفهم أهم وش يقولون لكن طريقة تعاطيهم مع الحدث في صوتهم طريقة كلامهم ستعطيك متعة وانا فعلا صراحة استمتعت يعني لو كنت أقول لو هي مدبلجة أو هي لغة انجليزية أو ركب أي لغة ثانية ما راح تحس في متعة كلام البيئة نفسها الناس نفسهم اللي عايشين في هذا العالم فهذه نقطة إيجابية الثانية النقطة الإيجابية الثالثة هي قد تكون الحليفة طلعت من قضح وانزيل اللعبة وايد سهلة وتقدر يعني تذبح و العداء بطريقة سهلة نزيل لأنه ها يامانه متعباني علي انا راح روح حق هذه النقطة ثانية بلسلبيات لكن اللعبة لانها سهلة نزيل وبسيطة فهي ملائمة لكل الكلي يقدر يلعبها وما يتنرفز فهذه تعتبر نقطة نقطة أنا النقطة الإيجابية الرابعة عندنا شنو فهد الموسيقى التصويرية أو الموسيقى الموجودة في الموسيقى تعيشك أيضا جو هذا العالم الياباني شوف إذا قلنا من ناحية تصاميم ممتازة من ناحية الصوت في اليابان ممتاز عندنا أيضا الموسيقى التصويرية راح تعيشك بجو اللعبة راح تخليك تحس أنه أنت مقاتل ساموراي صح اليابي بلاي مذاكزوت بس كتصور للعبة أو كتجربة للعبة الموسيقى تساعدك أنك تدخل في جو اللعبة وجو اللعبة وين؟ في اليابان الموسيقى التصويرية ملائمة منتازة حلو؟ عندنا النقطة الإيجابية الخامسة هي لها علاقة في الأولى من ناحية التصاميم هني عندنا زوايا الإخراج أو التصوير يعني للأمانة كانت الزوايا جدا ممتازة شفيك مرة؟ اعتبرها سلبية ليش؟ لأن في مرة كنت كاعدة حارب واش عطوني الزاوية شي سجرة مسكرة عليك هذا اوكي هذا يعتبر خطأ فيه لكن في صورة عامة لما تتحرك في الشخصية رح تجد زوايا التصوير ممتازة إنه قاعد يطلع عليك مثلا مني القمر مني النار أبعاد الصورة واضحة أبعاد الصورة واضحة صورت لي صورت بعد صورت صح؟ إيه تحس إنه ساعات زوايا التصوير خليك تاخذ لغطات لغطات حلوة مميزة صورت صورتين مو صورة صورتين مو صورة فزوايا التصوير ممتازة النقطة الإيجابية السادسة والأخيرة هو عندنا القصة وايد معتنين في القصة وايد الانتقال في البناء الإدرامي ما بين الفلاشباك والحاضر يعني مرة يتذكر ومرة تلقاه موجود في الحاضر فهذا البناء حلو الانتقال كان فيه سلس وواضح وما تحس إنك أنت مفاهم شي لأ لما يروح حق الفلاشباك ويتذكر اللي صاروا إياه ولما يعيش الحاضر فيه تناسق وفيه بناء درامي متزن وسريع ماهو بطيء فهذا كان النقطة الإيجابية صراحة أنا استمتعت فيها بشدي خلصنا الإيجابيات؟ روح وين؟ سلبيات حق السلبيات النقطة السلبية الأولى شنو؟ ضعف القيم بلاي بالذات في الأكشن في المعارك اللي تصيروا إياك اللي ضدك سهل تذبحها بس يرجع لي وراه يعني معتمد اعتماد كله على الرياكشن والكاونتر أتاك ثم ما يطقي كوي لا يطقيك مو ما يطقيك إذا انت ما دافعت كونتر أتاك رح يطقيك جدا ضعيف أضعف شي في اللعبة وهو يعني إذا كانت اللعبة سيئة أو هو أسوأ إيه لا إذا يعني خينقون إذا كانت اللعبة تاقد تقييم نازل فالسبب الرئيسي هو هذا الشي الجيم بلاي جدا سيئ النقطة السلبية الثانية هي دينماكية الحركة أو الميكانيزم اللي يتحرك فيها الشخصية سيئ وايت شغلات تحسها غلط بالذات في الخيول في القطاوة اللي يتمشون ساعات أو حس كمولة تسلاف له آلية الحركة جدا سيئة جدا ضعيفة أنا ما عجبتني تعتبر النقطة سلبية واضحة حتى البطل لما يمشي بس ما عندها لحركة واحدة حس إنه ما موت متعبانين على آلية التحكم لا أبسط شيء أسهل شيء حطوا حق الناس فهذه النقطة السلبية أنا ما عجبت لي النقطة السلبية الثالثة زوايا القتال زوايا القتال مثل ما قلنا في الحلقة السابقة في زوايا ميتة صح؟ هني عندنا مو زوايا ميتة لكن عندنا شنو؟ زوايا قتال من المتواجه العدو عندك زوايا واحدة فريم واحد خط واحد يا ورا يا جدام وهذا مو عيب لكن العيب إذا صار ممكن يحكرك بزاوية آخر الفريم أو أول الفريم عرفت؟ يعني أول سلايد نفسه فهذا يضعف اللعبة تخيل أنت تحكرة وتذبحها وهو بروحها ردي وتحكرة يعني هن فوقنا ردي همتعك يا الله شنو بابا قول؟ في مرة كنت بجسر كنت عدا حارب مرسل واحد يحكني ويذبحني شوف يعني أهو ردي وذبحك؟ ايه مشكلة فيك هو الفكرة أنه أهو أصلا ردي اللي عدو مالك أو الوحش اللي يحاربك بس على كلمة يعني أهو يطيقني أنا أطيح بدان أول ما قل يطيقني بدان أول ما قل يخكرك شوف هذا عيب عيب في الزوايا أنا شوف الزوايا دايما مو يعني مو ما فيها عدل واحد فيك لو يحكي الثلانية بزاوي ويخلص عليه فتعتبر نقطة سلبية نكون شذي خلصنا إيجابيات والسلبيات رح نروح حق التقييم وثم نختم انزم ماتنا ماذا تقول السؤال الحين؟ أخي الحق أخي الحق أخي أنا أقول الحين السؤال عندك في هد شنو السؤال؟ شنو أحسن شخصية عندي بكول اف ديوتي كول اف ديوتي وارزون صح؟ كل شيء كل شيء كل جزاها في شخصية واحدة تحفاظها؟ ايه ممكن نجد الجواب جدا؟ ايه ممكن نروح حق التقييم وصلنا حق فقرة التقييم هي أهم فقرة عندنا تقييمنا اليوم من ثلاث محاول رئيسية المحور الأول الرسوم والغرافيك والنقاوة والتصاميم الموجودة في هذا العالم من درجتين ونصف أفوا وعندنا الشخصية وتطويرها والتحكم فيها من درجتين ونصف وعندنا القصة من خمس درجات التوتل عشر درجات كالعادة ننطلق مع الجعدة جاهز يبا؟ ماذا؟ يلا لدينا النقاوة والتصميم والرسوم من ثنين ونصف ثنين ونصف عاجبتك صح؟ بالنحل التصميم والأبيض والأسود والألوان والتصميم العالم يه؟ صح؟ فضعتها ثنين ونص والثنين ونصف عندنا الشخصية وتطويرها والتحكم من الثنين ونصف انتمو Point واحد واحد من الثنين ونصف و ماذا تحاولك عنها؟ بعد؟ مثل؟ مثلا 应... التطوير؟ كان возможم مو واضح نوعا ما نحسها شوية صح نزيل وتحس بعد انه التحكم وائد سهل مو معطيك واناسة وائدة صح يعني ممكن تلف ويهك وتلعب و سويتها ام صح اي صح و سويتها ام صح عندنا القصة خليفة من خمس درجات خصة ثلاثة القصة ثلاثة من خمسة عجبتك القصة الفكرة مالتها انها حاول ماني قايلها ما بي احرك عجبتك اهم شي خليفة عجبتك ثلاثة من خمسة هذا حدها صح ثلاثة من خمسة عندنا ثلاثة ونص وواحد هاي ثلاثة ونص وعندنا القصة ثلاثة فكلها مجموعك ستة ونص من عشرة ونروح الحين حق البتشري فهد ونشوف شنو عنده بالتقييم فهذه يبه الرسوم والنقاوة والتصميم لغرافك هذ مجموعة كاملة البكتر من الثلاثة ونص ليش واحد ونص ما احب الابيض الابيض اللعبة هي ابيض واسود فانت مو حاب الابيض والاسود بالنسبة لك الظل الابيض والاسود مو حاب ومو واضحين بالنسبة لك صح؟ مو واضحين انا ما احب شده طبعي ما تحب شده حلو وهذا ذوقك ذوقك الشخصي احترمه يعني عادي مسألة ذوق ما اسم الشخصية اللي تحبها؟ برايس برايس انزان فهد عندنا الشخصية والتطويرها والتحكم من 2 ونص واحد تحكم سهل والشخصية شكلها حلم وتعسين متعبين حل على الشكل وتطوير التطوير حلم وفهمتها اصلا حاول تطور ما اعرف حلو فمو عاد بتك اعطيتها واحد انزان القصة قصة ثلاثة ونص حسنت مغلدين وعد اشياء متكررة حلو عندنا واحد ونص وواحد هاي اثنين ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة ونص ستة من عشرة توتل درجاتك روح الحين حق التقييم الاخير معاي برايس اوكي روح حق التقييم لي معاي الحين عندنا تقييميانه الوضوح والنقاوة والرزوليوشن والغرافيك الباكتش كامل بالنسبة لي كان مميز جدا يعني اذا كنت رح اكمل اللعبة وهذا امر وارد جدا بالنسبة لي اني اختمها وباقي شيء اختمها اعتقد فبسبت الغرافيك الموجود مميز البيئات في نوعا ما فيه ساعة تكون بالغابة ساعة تكون بالمدينة ساعة تكون بالمدينة تحترق ساعة تكون في العالم السفلي فمميزة جدا للمعانا انا وائد حبيت هذا الشيء فعطيتها درجتين ونص من درجتين ونص الشخصية وتطويرها والتحكم سيء جدا 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 ومكانية القتال ضعيفة جدا 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 صح ولا لا فعطيتها واحد من اثنين ونص والله تستاهل اقل لكن جاملت اللعبة بالنسبة لي القصة هي الشطر الثاني اللي نوعا ما يمشي حالها ليش يمشي حالها هو مو سيء بس كثرة تكرار هذا النوع من القصص في العاب وايد شيء غير معقول الميزة في هذه اللعبة اللي خلتها نوعا ما تمشي حالها وياي وحاول اعرف اكثر عن التراث الياباني او اعرف اكثر عن فكرة الكاتب هو ان لزقها مع العالم الياباني يعني صار دمج ما بين الفكرة الرئيسية اللي نشوفها في وايد العاب ووايد افلام بالاضافة الى العالم الياباني والتراث الياباني والساموراي واللي احنا قاعد نشوفها فعطيتها اثنينة ونص من خمسة بص الدرجة فيصير عندي اثنينة ونص واثنينة ونص القصة هذه خمسة وواحد اللي هو الشخصية وتطويرها المجموع كامل يكون ستة من عشرة كلمة اخيرة قبل ما نختم اذا كنت تبحث عن قيمة بلاي ممتاز فهذا غير متوفر في اللعبة لكن اذا كنت تبحث عن قصة حلوة ممكن تستمتع فيها نوعا ما يعني خلق المتوسطة مو سيئة تحصلها اذا كنت تبحث عن تصوير مميز مختلف عن واي دلعاب فراح تحصلها هني صح ولا لا صح انا عن نفسي انت تقيم انت شنو تحب اذا كنت تبحث عن خالص فما راح تحصلها فاللعبة هذه مرة تعجبك لكن كنت تبحث عن قصة وغرافيك وخنقول مؤثرات صوتية وسمعية وبصرية فموجودة في هذه اللعبة يعني كمستوى متوسط من جيد جدا الى ممتاز بالنسبة للعاملين المؤثرات السمعية والبصرية والقصة ايضا كقصة متوازنة نكون شدي خلصنا عدل ايه جاهد عنده شي بيضيفه نو فلا تنسونا الدعم باللايك والشي نشوكم على خير فمال الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة